السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المفيد في النشاط العلمي السنة السادسة ابتدائي الوحدة الرابعة إذن اليوم أن الدرس الأول في الوحدة الرابعة حول إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة بخار الماء إذن الهدف التعلمي بطبيعة الحال هو أن يشرح المتعلم طريقة إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة بخار الماء بمعنى في المحطة البخارية كيف يتم إنتاج هذه الطاقة الكهربائية نبدأ هذه الحصة كما العادة بوضعية الانطلاق إذن هنا حوار بين شخصيتين إذن هنا هل لديك بطارية أو عمود لإضاءة هذا المصباح إذن الجواب آسفة ليس لدي بطارية ولا عمود لكني أتوفر فقط على منويبي الدراجة إذن هذا هو المنويب الدراجة وهذا هو المصباح إذن هذا يتساءل هذا عند الطاقة يعني يريد أن ينتج الكهرباء لكي يضيء المصباح ولكن هي أجابته بطبيعة الحال بوجود فقط المنويب هل المنويب يمكنه أن يضيء المصباح؟ بطبيعة الحال نعم وكيف ذلك إذا تمت إدارة أكرته؟ إذن يتم تركيبه كما يركب المولد في الدارة الكهربائية ولكن بشرط يجب أن يدير أن يتم إدارة الأكرة حين إذن سيشتغل المصباح وسيضيء إذن التساءل الذي سنطرحه اليوم كيف يمكن إنتاج الطاقة الكهربائية بطرق أخرى؟ إذن هذا المنويب هو لإنتاج الطاقة الكهربائية هل هناك طرق أخرى؟ نعم إذن بواسطة الطاقة الشمسية مثلا هذا افتراض يمكن أن نفترضه في المحطات الكهرومائية بواسطة الماء حيث الماء هو المصدر للطاقة المائية التي تتحول إلى طاقة ميكانيكية حركية وبالتالي إلى طاقة كهربائية في المحطات الحرارية أو البوخارية كما سنة ر hackers يوم إذن ب sweet 있다 لنختبرة فرادية إذن إذن هنيا دي لفجور نميرو 1 رَيْسَانْتْ إِنْ غُوْ كِي برمي دي فرر تورني لغالي إدن هنه يا لغالي دين دينامو دبيسيكلت إدن هنه عنا هاد 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 هو لدينامو هاد هو لدينامو و هاد الگالي هي الأكار و هاد الو дисك هاد الو дисك هادا ولهذا الاغو تبدأ تدور وهذا الاغو تدور وهذا الاغارة تدور المنوي بالداخل وهذا الاغارة تدور المنوي بالداخل وهذا الاغارة يتم إنتاجه تشعل البولة تشعل البيك أو المصبح تشعل لأن الدينامو كما رأينا قبل لاحظات حيث أجابت هذا البنت قالت بأن الدينامو يعني الدينامو تركبه كمولد ولكن لا يولده الكهرباء الدينامو إلا إذا تم تحرك الأقارة لأن كيف يتم ذلك؟ حيث الداخل لدينا واحد المغناطس يدور واحد الوشعة ثابتة وهذا يولد التيار الكهربائي حين إذن يشتغل المصبح ويعطينا الضوء إذا تم تحرك الأقارة يعني إذا تحركنا الأقارة تشعل إذا تحبثنا الأقارة تحبث لكي نعرف بأن القضية قضية حركة إذا لم تقعد الحركة لن تكون تطاقة الكهربائي كيف تحرك الأقارة الدينامو؟ كيف تحرك الأقارة الدينامو؟ ق毒تم التجول بأن القضية السورة تتطاقة تحرك الأقارة تحرك الأقارة تغني دونك كاله للمون دو لالتغنتر لغالي في تغني يعني شنو هو العنصر اللي كين الداخل في الدينامو اللي كتحركو الأكار بيانسير سي للمون هو المغناطيس إذن لغالي دو لالتغنتر في تغني للمون يعني هو اللي كيحرك المغناطيس دونك لكيحركو الأكار دونك كل أطرًا للمون لالتغنتر ستغتشون سي فقط تتل يعني فش كيدور هاد الدنامو هاد المغناطيس اللي كتدورو الأكارا والأكارا كيدور هالأغو لحثو وحدة تبعوح الأغو كتدور لأكارا الأكارا كتدور المغناطيس المغناطيس كيدور أماما لبوبين دونك هنا يصيب أن تغتشون دونك يتم تشعر الى البوبين يتم تشعر الالترنتر هنا الدينامو هنا يتم تشعر الوحدة يتم تشعر الوحدة في الاخر المغناطس يتم تشعر الوشعة كما تشعر الوشعة يمت تشعر الوشعة تشعر الى البوبين وبركة على الاشohner تشعر الى البصيكة الانيرجي الالكترية بإمكانة الإنرجي الالكترية ما نريد أن نقول لنا الانيرجي ميكانيك تعطينا الانيرجي الالكترية التي تشعلنا المصباح التي تجعل المصباح يتواجد المصباح نتقل من طاقة حركية ميكانيكية حركية إلى طاقة كهربائية لذلك ما نقول لنا هو لو أنه توقف لغو يتوقف إذا أعتقل لك ما نقول لنا الالترنتر إذا ما نقول لنا الالترنتر هو أن يأخذ طاقة ميكانيكية وأن يحولها إلى طاقة كهربائية حينما يحرك المغناطيس أمام الواشيعة وكتول لنا الطاقة الكهربائية لك لغو الالترنتر dans cette expérience يتوقف الانيرجي ميكانيك الذي يستقبل الطاقة الميكانيكية التي يحركية فورنية par لغو يتوقف يتوقف الانيرجي الالترنتر يحولها إلى طاقة كهربائية حينما يدور المغناطيس وأمام الواشيعة لذلك لذلك هذا أولا هذا تجربة ورّتنا كيف نحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية نركب بواسطة السلكين موصلين مصباحا بين مربطين منوي بدراجة ثم نثبت على أكارة أكارة المنويب عنفة صغيرة مزودة بريشات نعرض ريشات العنفة لبخاري الماء لذلك نحن نخدم المنويب لذلك نعرف أن المنويب لا تضغير المغناطيس لذلك يجب أن تدور نظر نحن نقاح هنا نحن نقاح تنجارة منها يدور لنا العنافة هذه العنافة تدور لنا أكارة وهو الهدفة يدور المغناطيس و يدور مغناطيس و والوشعة ثابتة تولينا الطيار الكهربائي وتشعل المصباح إذن هذا يتم مشتغال ما سبب إضاءة المصباح المركب بين مربطي المنوب في الشكل إثنان؟ إذن بطبيعة الحال السبب الإضاءة هو طيار كهربائي في الدارة المكونة من المصباح والمنوب إذن هذا السبب هو طيار الكهربائي منين جاء من الطاقة الحركية أو الطاقة الميكانيكية إذن السؤال ما مصدر الطاقة المستعملة لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تضيء المصباح؟ إذن مصدر الطاقة المستعملة لإنتاج الطاقة الكهربائية هي طاقة ميكانيكية لقوة البخار بخار يحرك لنا عنفة عنفة تحرك على أكارت المنويب الأكارت المنويب تدور لنا المغناطيس المغناطيس يدور قدام وشعة عندما يدور أمام وشعة يتولد الطيار الكاربائي يمر في المصباح يشتغل المصباح هذه هي الطريقة للاشتغال يمكن تحويله الخلاصة لهذا الشيء هذا هو أن يمكن تحويل طاقة ميكانيكية ببخار لإنتاج طاقة كهربائية هذا المبدأ هو الذي تشتغل به ما يسمى بالمحطة البخارية ربما سنرى هذا في حصص قديم المحطة البخارية المحطة الحرارية التي تنتج لنا الكهرباء فهذا هو مبدأ اشتغالها نحن رأيناه بتجارب ممكن تدير تجارب في القسم في إطار هذا الشيء إذن ننتقل إلى استمر وطبيق وتعلمات يجو غوكوبي يجو كمبلت لشيما شين انرجيك إذن هذه سلسلة كهربائية سلسلة طاقية سلسلة طاقية طاقة كتعطيل طاقة طاقة كتولد طاقة إذن هذه تسمى شين انرجيك سلسلة طاقية دو هنا وطاقية تاربين تاربين هو العنافة تاربين هي العنافة جميع هنا الگيني estão موقع ما سأعطي الانيرجي ميكانيك؟ هي قوة فورة 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 قوة بخار الماء عبارة عن طاقة ميكانيكية تسلط على توربين العنفة تحول لنا الطاقة ميكانيكية حركية ميكانيك ميكانيك هذا الانيرجي ميكانيك تدل في الالترناتور المنوب وتعطي الانيرجي إلكتريك إذن هذه سلسلة طاقية يعني تزع لنا طاقة ميكانيكية آآ أو ثاني أعطتنا طاقة ميكانيكية أخرى والطاقة الميكانيكية الأخرى أعطتنا طاقة إلكتريك كهربائي أحدد مصدر الطاقة التي تشغل منوب الدراجة الهوائية لإضاءة المصبح إذن الطاقة التي تشغل المنوب هي الطاقة الميكانيكية الطاقة الميكانيكية أو الحركية الطاقة الحركية يعني حركة المنوب هي اللي خصتها اللي خصتنا نعطوها المنوب باش يولد لنا ما يسمى بالطاقة الكهربائية إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة من دروس النشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائي كتابه المفيد في النشاط العلمي ترجمة نانسي قنقر